سيد مسعود برأيك اليوم هل بدأت إسرائيل بتجاوز الخطوط الحمراء الأمريكية هل بدأت بالفعل سياسات الحكومة المتطرفة تضر بالمصالح الأمريكية في العالم أولا تحية لك تحية للضيف الكريم وتحية للمشاهدين الكرام حسب ما قرأت وطلعت على بعض المقالات والكتب التي صدرت من إسرائيل بالذات كأن هناك شعور لدى كثيرين من الناس بأن نتنياهو عنده خيار بين اثنين إما أن يكون رئيس وزراء أو أن يذهب إلى السجن من هذا المنطلق وفي حال صحت هذه التقديرات فإنه مستعد أن يتجاوز جميع الخطوط الحمر سواء مع الولايات المتحدة أو في الداخل الإسرائيلي لكي لا يذهب إلى السجن أكرر أنه في حال صدقت هذه التقديرات ولكن يبدو أن نتنياهو يسير في طريقه بمعزل إلى حد ما عن إرادة الولايات المتحدة وهذا الأمر ليس جديدا رأينا ما فعله أثناء مفاوضات الاتفاقية النووية مع إيران كيف جاء قبل توقيع الاتفاقية بأشهر قليلة وتحدث إلى الكونغرس وحثى الكونغرس بكلام قوي جدا ضد الاتفاقية وفي تلك الزيارة لم يستقبله لا الرئيس أوباما ولا نائب الرئيس جو بايدن أنا ذاك في العام 2015 يعني هو أحيانا يختار الطريق الذي يراه لمصلحة حقيقية إذا كان الموضوع اليوم إلى هذه الدرجة متأزما بين أمريكا وإسرائيل ما الذي يفعله لويد أوستين في تل أبيب أم أنه ربما نختلف في بعض النقاط بعض السياسات إلا أن الأمن الإسرائيلي الملفات الإسرائيلية الدولية الإقليمية تبقى أولوية لواشنطن حماية إسرائيل يبقى أولوية بغض النظر عن السلوكيات والسياسات التي ترفضها الإدارة الأمريكية أو الشعب الأمريكي حتى صحيح هناك خلافات قوية بين القادة الأمريكيين والقادة الإسرائيليين ولكن ذلك لا يؤثر إطلاقا على العلاقات بين الولايات المتحدة وأسرائيل بالذات رأينا ما فعله الرئيس أوباما عندما كان عنده علاقات سيئة جدا مع نتنياهو الذي كان في العام 2015 رئيسا للوزراء في إسرائيل قبل أن تنتهي مدة أوباما لكي لا يظهر بأنه ضد إسرائيل أعطى إسرائيل مساعدات بقيمة 38 أعتقد مليار دولار على مدة عشر سنوات والآن الرئيس بايدن أيضا بالرغم من خلافه والرغم من عدم وجود تفاهم بينه وبين نتنياهو نذكر جيدا عن كيف أنه في شهر تموز يوليو الماضي عندما عبطت طائرته في مطار بن جوريون أول تصريح أدل به أنت لست بحاجة أن تكون يهوديا لتكون صهيونيا أنا صهيوني يود أن يظهر كل رئيس أمريكي يود أن يظهر بأنه مؤيد للغاية لإسرائيل برغم من حصول بعض الخلافات مع القادة الإسرائيليين وعلينا هنا أن نتذكر أنه في العام القادم بعد سنة من الآن ستكون المعركة الرئاسية فيه محتدمة جدا ربما سيكون الرئيس ترامب هو الممثل الحزب الجمهوري وربما يترشح الرئيس بايدن ولكن بمطلق الأحوال كلهم يريدون رضا اللوبي اليهودي الإسرائيلي في الولايات المتحدة مع أن هذا اللوبي 70% منهم ليسوا من الجمهوريين هم من الديمقراطيين ويطالبون كثيرا بحق الشعب الفلسطيني من هذا المنطلق نرى أن هذا اللوبي الإسرائيلي حاليا سيقف موقفا مناهضا لنتنياهو ولكن الإدارة الأمريكية تقوم بكل ما يمكن أن تقوم به لكي لا تظهر أنها ضد إسرائيل تعطي المساعدات بالرغم من خلافها مع الحكام مهما كان نوع الحكم الموجود في إسرائيل طيب ترجمة نانسي قنقر